موسيقى قل منذ اليوم الاول لتكليفي انني لست طامعا بمنصب وان حكومتي ستعمل على اجراء انتخابات مبكرة الكاظم يتعهد بتوفير بيئة امنة للانتخابات المبكرة ومستشاره يحدد شرطين لاجرائها بعد اشهر من الهدوء انفجار عبوة في بغداد والكاظم يوجه بملاحقة خلايا الخطف والاغتيال على حصيلة اصابات ووفيات يومية يسجلها العراق منذ تفشي كورونا وحضر التجوال في العيد يثير امتعابا وزير الداخلية يبحث في اربيل تأمين الحدود مع سوريا لانهاء تحركات داعش الارهابي نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من نيو تيفي اهلا بكم بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الممثلة الخاصة للامين العام للامام المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ملف الانتخابات المبكرة والتحضيرات الجارية لاجرائها في موعد سيتم اعلانه لاحقا بحسب ما اكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الكاظمي اكد اهميتها دور الامم المتحدة في دعم المفوضية بالمجالات الفنية والتدريبية مشيرا الى حرص الحكومة على ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة وتلتزم بالمعايير الدولية وتلبي طموحات الشعب العراقي وتطلعاته وتتجاوز كل الاخطاء التي رافقت الانتخابات السابقة منوهن الى ان حكومته عازمة على توفير البيئة الامنة والتخصيصات لاجرائها التحديات التي تواجه الانتخابات المقبلة السياسية منها والتمويل والسلاح جملة امور لخصة مستشار رئيس الوزراء بخصوص اجرائها نتابع المزيد في سياق هذا التقرير قلت منذ اليوم الاول لتكليفي انني لست طامعا بمنصب وان حكومتي ستعمل على اجراء انتخابات مبكرة بعد بحر من الدماء جاءت الحكومة وهي ماضية الى انتخابات مبكرة ونزيهة كلمات يجدد بها الكظم وعده الاول ابان السلامه المنصب والجديد اليوم مطالبته من يريد استعادة العراق بالنزول الى الارض وتهيئة الناس لاجراء الانتخابات لكن استعادته ممن ومن الجهات التي تحاول اغتطافه وما الشروط التي يتوجب توفرها لاجراء الانتخابات المبكرة يجيب عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات بقوله ان اجراء الانتخابات المبكرة يجب ان يسبقه اكمال قانون الانتخابات وتهيئة المفوضية كما يجب ايضا ضبط السلاح والمال السلاح والمال العاملان الرئيسيان المؤثران في مسار العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى اليوم الخلافات الحاصلة بين الكتل السياسية حول الدوائر الانتخابية يؤكد اعضاء في مجلس النواب انها هي من تسببت بعدم حسم تعديل قانون الانتخابات حتى الان وبالتالي ارقلة اجرائها وبالعودة الى الكاظمي الذي اكد خلال لقاء مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت على اهمية دور الامم المتحدة في دعم مفوضية الانتخابات مشيرا الى حرص الحكومة على ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة تلتزم بالمعايير الدولية وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي وتتجاوز كل الاخطاء التي رافقت الانتخابات السابقة الانتخابات المقبلة ورقة ضغط اخرى تناور بها جهات سياسية تطالب بالاسراء في اجرائها علانية وتعرقل المضي باتجاهها وراء الكواليس ما يشكل ازمة اخرى تضاف الى سلسلة الازمات التي تواجه حكومة الكاظمي ولا نحاز الى من يحاول الافتزاز واقول لهم لا تحاولوا خلط الاوراق ولا تتلاعبوا للمزيد ينضم الينا عبر الاقمار الصناعية من بغداد الخبير القانوني علي تميمي مرحبا بك سيد علي برأيك الانتخابات المبكرة التي وعد بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هل سترى النور قريبا في ظل وجود خلافات سياسية بين الكتل الراغبة باجرائها او بعدم اجرائها تفضل بعد التحية لك استاذ سفيان وساد المشاهدين وزميلتك المحترمة طبعا لا يمكن ان تجرى الانتخابات المبكرة الا بجملة من الشروط اذا ما علمنا انه لم ترد كلمة انتخابات مبكرة في الدستور العراقي وانما نص الدستور على كلمة انتخابات عامة فمن هذه الشروط التي تحتاجها الانتخابات المبكرة اولا يجب ان يحل البرلمان يعني تعرف جنابك انه الناس انتخبوا البرلمان لمدة اربع سنوات تقويمية كما قالت المادة 56 من الدستور والتفويض الذي اعطاه الشعب هو اربع سنوات فبالنتجة لا يمكن ان تجرى انتخابات تشريعية مع وجود هذا البرلمان هذا اولا ثانيا قانون الانتخابات استاذ سفيان المعلق هو يعني تم التصويت عليه باستثناء المادة 18 فقرت الدوائر 240 دائرة على عدد القيم مقاميات الموجودة في البلد هذا يحتاج لان يصوت عليه البرلمان ويرسل للرئاسة للتصويت عليه النقطة الثالثة والمهمة جدا هي قانون البحكمة الاتحادية لان تعرف جنابك المادة 93 من الدستور الفقرة خامسا او سادسا سادسا تقول يجب ان تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات ونعلم جميعا انه المحكمة الاتحادية تعاني نقص في النصاب القانوني يوجد شخص او عضو غير موجود وهذا يخالف المادة 5 من قانونها رقم 30 لانه هي تتخذ القرارات بالاجماع وتجتمع بحضور الجميع هذه العقبات والتحديات التي تتحدث بها ومن قبل حكومة الكاظمي وهل هناك يعني برأيك شروط بآمنة لاجراء انتخابات مبكرة في ظل هذه التحديات التي تتحدث بها يعني استاذ ما هي السيد الكاظمي هو لا يمتلك عصن سحرية لانه في النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني هو يستطيع ان ينسق مع المفوضية في تحديد موعد الانتخابات يستطيع ان يهيي الامور اللوجستية لكن تبقى تشريع القوانين يعني قانون الانتخابات يحتاج الى انه البرلمان يصوت عليه قانون البحكبة الاتحادية ايضا البرلمان لا نقل يشرع قانون البحكبة الاتحادية الجديد اللي يحتاج الى ثلثة استاذ سفيان وانما بالامكان بسطر واحد البرلمان ان يعود الى المادة ثلاثة من قانون البحكبة الاتحادية اللي الغيها من البحكبة الاتحادية ممكن الرجوع له في سبيل أن يكون تعيين العضو الناقص في المحكمة بترشيح من مجلس القضاء ثم يصدر به مرسوم جمهوري إذا لم يكن هناك تعاون تعاضد بين السلطة التنفيذية والتشريعية لا أعتقد أنه الانتخابات ستكون في العام القادم وأتوقع من ناحية شخصية أنه لن تجرى الانتخابات وسنكون أمام حكومة تصريف الأعمال كما حصل في زمن المالكي وأيضا العبادي أعتقد ذلك ستاة سوفي لنتحدث بقانون الانتخابات هناك كتل ترفض الدائرة الانتخابية الواحدة وتصر على وجود دوائر انتخابية كبيرة ما هو السبب وراء هذا الرفض وألم يحن وقت المصلحة الشعبية بدل المصلحة الشخصية هو هذا القانون الجديد طبعا لي هو صوت عمان العفو وبقي فقط الجدول المكون من 240 دائرة يعني خرج من بوتقة من دائرة السانت ليغو وجاءنا بالانتخاب الفردي الحر المباشر الذي يخدم الشعب يساعد الكتل الصغيرة ينهي هيمنة الأحزاب الكبيرة يعطي فرصة للكفاءات أيضا يعطي للجميع أن يختاروا من يمثلهم بشكل حقيقي يعني مثلا في قضاء معين هم راح يختارون اللي يمثلهم بشكل صحيح اللي يطالب بحقوقهم وبالنتيجة سيكون الأوائل لست أنا لست مع فكرة أن تكون المحافظة دائرة واحدة لا يعني كل قضاء دائرة مثلا في محافظة يحتاج إلى عشر نواب من كل قضاء يخرج الأول وعملية بسيطة غير معقدة هذا النظام الانتخابي برأيه هو الأفضل هو محتمد في بلدان مختلفة من العالم سهل بسيط يمكن الإنسان البسيط أن يصوت عليه وليس كما كانت طريقة ساتليغو المعقدة وعملية حسابية اعتراض الكتل لسؤالك أستاذ سوفيان السبب لأنه مصالحهم ستضرب يفقد الهيمنة يعني يجعل هؤلاء الكفاءات يفوزون تمثيل حقيقي لا يوجد تزوير هذا أيضا يكمل المفوضية المفوضية يحتاج إلى أن تكتمل أمورها كان في الانتخابات السابقة تذكر جنابك يتم الاحتماد على المحامين في الثلاث أيام الانتخابات كعقود هذا شيء جيد كمدير محطة مثلا مدير مركز هذا يساعد لأنه أولاد ثلاثة أيام كعقود وهكذا تمشي الأمور العد أيضا مهم البايومتريا أو الإلكتروني أفضل من اليد ويسهل الأمور الأمم المتحدة أيضا ممكن أن تراقب كما يطالب البعض لكن رقابتها ليست تدخلية ولكن من باب الشفافية كما حصل طبعا في 2010 كانت موجودة الأمم المتحدة عن طريق ممثلياتها أستاذ سوفيا الدعم إذن الخبير القانوني السيد علي تميمي أشكرك جزيلا شكرا استشهد أميرو لواءنا في الجيش وضابط آخر بهجوم إرهابي استهدف سيطرة أمنية في قضائه غربي الأمبار وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها أن سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العقبة تعرضت إلى هجوم مسلح من قبل عناصر داعش الإرهابي مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن استشهاد العميد الركن أحمد عبدالواحد محمد اللامي أمر اللواء التاسع والعشرين في فرقة المشات السابعة وضابط برتبة ملازم فضلا عن إصابة اثنين من الجنود إلى ذلك أكد قائم مقام قضاء هيت مهند العبيدي أن الوضع الأمنية داخل القضاء تحت السيطرة مشيرا إلى أن العمليات التي تقوم بها عصابات داعش الإرهابية هي خارج القضاء مستغلة التضاريس الجغرافية في التخفي والاختبع مستقر في قضاء هيت في قاطع عمليات الجزيرة لا يستطيعون الدخول لهذه المدن لكن يقومون بضرب نقاط عسكرية بعيدة قد تكون ماسكة للصحرات قد تكون قريبة من الأودية قد تكون قريبة من اتجاه الصحرات تنظيم داعش دائما يبحث على زعزعة الوضع الأمني بين المواطنين استهداف في رمضان في أثناء قبل العيد لزعزعة لإيصار رسالة واهية أنه هو تنظيم داعش اليوم موجود لكن لا يستطيع الدخول للمدن يستغل هذه الفرصة ضرب هنا وهناك لزعزعة لكن اليوم قواتنا الأمنية حقيقة ماسكة بقبضة من حديد على الوضع الأمني إضافة لأهن في داخل القضاء والمواطنين متماسكين حقيقة بنقل المعلومة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وفي عقاب ذلك أكدت الحكومة أن الحدود مؤمنة بشكل كبير باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكاميرات الحرارية وطائرات المراقبة المسيرة اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة قال إن القيادة الأمنية تركز على نشر قطاعات عسكرية ونقاط مراقبة على الشريط الحدودي مع باقي الدول المجاورة للبلاد بهدف تأمينها والسيطرة عليها ومنع وجود أي عناصر إرهابية مبينا أن هناك خطة من قبل قيادة العملية المشتركة للاستمرار في تدعيم الملف الحدودي وتزويدها بجميع تكنولوجيا المعلومات والتقنية الحديثة في هذه الأثناء عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظم اجتماعا مع رئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب لبحث تداعيات الأمنية الأخيرة في البلاد وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء أن الكاظم يناقش مع رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغاني الأسدي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبدالوهاب السعدي ملاحقة العناصر الإرهابية التي تنفذ جرائم الخطف والقتل فضلا عن تعقب خلايا داعش كما وجه القوات الأمنية المختصة وضمن نطاق واجباتها بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية وعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف وتلبية المطالب المشروعات للمتظاهرين السلمين يمر العراق بمرحلة ومنعطف خطيرين في ظل تصاعد حدة الأحداث الأمنية في الأوينة الأخيرة فخلال شهر واحد فقط شهدت البلاد عمليات قتل وخطف وقصف بالصواريخ فضلا عن انفجار عبوة ناسفة في تطور يره كثيرون يأتي في إطار المواجهة الجارية بين حكومة الكاظمي وخصومه اغتيالات وخطف وقصف بالصواريخ والرسالة الأخيرة عبوة ناسفة فبعد سلسلة من الأحداث الأمنية المتتالية انفجرت عبوة ناسفة لاسقة في عربة تقل مواطنين وسط العاصمة بغداد وهو التفجير الأول منذ أشهر وربما لن يكون الأخير بحسب كثيرين في ظل تصاعد حدة المواجهة بين الدولة واللادولة التي تخوضها حكومة الكاظمي وخلال شهر واحد فقط يقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حائراً أمام سيل من الرسائل الثقيلة التي تزامنت مع قرارات ومواقفة عبر عنها الكاظمي في الفترة الأخيرة بدءاً من فرض هيبة الدولة ومروراً بمسك المنافذ الحدودية وليس انتهاءاً برسم ملامح جديدة للسياسة الخارجية وخصوصاً مع جارة إيران ومع تطور أساليب المواجهة غيرت الحكومة من خطابها تجاه خصومها حيث صنفت عمليات القصف والقتل الأخيرة بالأعمال الإرهابية فيما سمت المنفذين بالعصابات الإجرامية التي تحاول ألعبثها بأمن البلاد ونشر الفوضة الاستهداف هذا جاء باتجاه القوات الأمنية العراقية القوات العسكرية العراقية لهذا كان وصف دقيق أن هذه عملية إرهابية غير أن هذا التصادم لا يمكن أن يستمر حتى خسران أحد الطرفين الرهانة بكسر عظم أحدهما أما الكاظمي أو خصومه ولا حل ثالثاً بينهما كشف الصحيفة تيليغراف لندنية عن تعرض السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي لتهديدات من قبل مجامع مسلحة بسبب مواقفه الأخيرة نعم سوفيانا سفير ستيفن هيكي الذي التقى الكاظمي يوم أمس تلقى بحسب الصحيفة تهديدات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذره من نشر تغريدات تمس المجامع المسلحة فيما نقلت الصحيفة عن مسؤولين بريطانيين أن سلمة الدبلوماسيين في العراق ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى لندن وأنهم يعملون لضمان استقرار العراق في ظل حكومة ذات سيادة فضلاً عن أن المملكة المتحدة تدعم سيادة العراق واستقراره وفي إجابة عن سؤال مراسل يو تيفي شدد أحمد مولا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء على رفض الحكومة استهداف مقار التحالف الدولي والقوات العسكرية العراقية من قبل الجماعات الخارجة على القانون مؤكداً سعي الحكومة إلى إلقاء القبضة على مطلقي الصواريخ قوات التحالف الدولي هي قوات صديقة وجاءت بالطلب من الحكومة العراقية ووقفت إلى جانب الحكومة العراقية في أيام عصيبة عندما كان العراقيون جميعاً يقاتلون تنظيم داعش ما تقوم به بعض الجماعات الخارجة على القانون مرفوض وهو متابع بدقة من قبل الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ولن تتوان هذه الحكومة وأجهزتها الأمنية بالقاء القبض على مطلقي هذه الصواريخ حماية للقوات الأمنية العراقية والقوات الصديقة الموجودة في نفس المعسكرات هذا واجب الحكومة العراقية وهي ماضية في هذا المجال في أربيل بحثة وزر الداخلية عثمان الغانمي مع رئيس إقليم كردستان تشيرفان بارزاني ملف المناطق الحدودية بين العراق والسوريا وإنهاء تحركات تنظيم داعش الإرهابي بينها وقالت رئاسة الإقليم في بيان إن جانبين بحث أوضاع المعابر الحدودية إضافة إلى التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية الاتحادية وبين حكومة الإقليم فضلا عن التطرق إلى المناطق المتضررة من الحرب ضد الإرهاب للمزيد ينظم إلينا عمراء الأقمار الصناعية من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان مرحبا بك سيد عماد كيف تنظرون لزيارة وزير الداخلية عثمان الغانمي لإقليم كردستان وما إن كانت زيارته هذه قد فتحت باب الحوار للقضايا العالقة بين بغداد والإقليم تفضل نعم بداية تحية لكم ولمشاهدين قناة الكارم يعني هذه الزيارة نحن نشجع ونرحب هكذا زيارات من وزراء الحكومة الاتحادية لحكومة قريم كردستان لتبادل الآراء وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات فيما بينهما والتنسيق العالي فيما بينهما الزيارة كانت لأسباب ثلاثة محورية وهي أولا بالنسبة للتنسيق المنتسبي الداخلية العراقية الذين يقطنون ويسكنون في أقليم كردستان جراء غلق معابر وسيطرات الأقليم فكان هناك صعوبة من الالتحاق بدوائرهم ودوامهم والرجوع إلى أهاليهم في هذه الزيارة بحث السيد وزير الداخلية العثمان غانمي مع السيد وزير الداخلية ريفر أحمد هذا الموضوع أولا ثانيا تناول موضوع مسألة أمن المناطق المستخطئة التي تسمى بالمادة 140 والمناطق المتنازع عليها هذه المحورين كانوا مهمة يضف إلى أن موضوع المعابر الحدودية التي كما ذكرتم بين العراق وسوريا ومنطقة السنجار وهذه الفوضى العالمة التي موجودة هناك عموما مجمل ما جاء في الزيارة هو الهدف منه التنسيق العالي والتعاون بين الداخلية داخلية الاتحادية مع داخلية الأقليم وكذلك مع حكومة الأقليم كنت قد تحدثت سيد عماد عن ملاف المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل ما مدى استعداد الأقليم للتوصل إلى حلول جذرية مع بغداد بشأن هذا الموضوع الأقليم مستعد ليس الآن منذ سنوات مستعد وأبدأ استعداده ويرى الفيصل بين أربيل وبغداد هو فقرات الدستور وتطبيق الدستور والإشراف الأممي على تطبيق الفقرات التي وردت في المادة 140 كل هذه الأمور ولكن الحكومات المتعاقبة في بغداد لم تكن مستعدة إطلاقا والآن الحكومة منشغلة أو حكومة بغداد دعيني أقول منشغلة ولا تركز على تطبيق هذه المادة مع العلم أن هذه المادة مهمة جدا جدا لا يقول شأنها عن تطبيق أي مادة أو أي محاربة أي مشروع فساد أو حتى محاربة الإرابي هذه المناطق حرموا من الخدمات حرموا من التعيينات كذلك يوجد فيها خلاة داعش بين الحين والآخر تعمل هنا وهناك سكان هذه المناطق ذاقوا الأمرين ذاقوا الويلين فعلى الحكومة الاتحادية وعلى حكومة الأقليم يعني العمل بتطبيق هذه المادة أسرع ما يمكن وكذلك الأمم المتحدة ترى هكذا وكذلك المجلس الأمن إلا أن حكومة بغداد لم تبالي لهذه المادة منذ 2007 وحتى يومنا هذا أو 2005 حتى يومنا هذا طيب سيد عماد يعني ملف أيضا عذرا ملف المناطق نعم ملف مهم جدا أيضا المناطق الحدودية هو ملف لمية عن المناطق المتنازع عليها ما سبول التعاون المشترك التي توصل إليها الجانبان لضبط الأمن في هذه المناطق يعني هذه المناطق الحدودية والمناطق دعيني أقول منطني أقول منطقة سنجار وإلى مرور إلى ربيعة هذه المناطق تكون هي تشمل ما بين إدارة الإقليم أو محافظة نينوى فهذه المناطق في الآمن الأخيرة شاهدنا أصبحت مناطق ساخنة لتواجد حزب العمال في هذه المناطق وتوغل الجيش التركي في هذه المناطق وقصف هذه المناطق وخرق الجوي للطائرات التركية ودخول في العمق العراقي وقصف هذه المناطق وضحية هذه العمال العسكرية الكثير من المدنيين والأبريع فلذلك لزم أو استدباب أمن في هذه المناطق وفرض السيطرة العراقية والأمن في هذه المناطق بعيدا عن الأحزاب وبعيدا عن الفصائل وبعيدا عن الأحزاب التي أتت من الخارج وبعيدا عن الجيش التركي هذا واجب يقع على عاتق الحكومة الاتحادية لأن المادة 110 في الدستور نصت على أن حماية وسيادة العراق وحماية حدود العراق يقع على عاتق الحكومة الاتحادية فمن الضروري جدا أن يكون تنسيق عالي بين الطرفين لحماية هذه الحدود حتى وإن كانت في حدود داخل أقليم كردستان أيضا نعم لدينا قيادة القوات الحدود الذين هم اتصالهم ورواتبهم وكل شيء على الحكومة الاتحادية ليس لهم أي علاقة بحكومة الأقليم ولكن هناك يعني أقول تنسيق بين الجانبين إلا أن هذه القوات لم تتخذ إجراءات صارمة بالنسبة لتدخلات من الجانبين سواء كانت من حزب العمال أو من الجيش التركي نعم طيب سيد عماد كانت قد تم الحديث سابقا عن إنشاء مراكز عاملية مشتركة بين القوات العراقية والبيشمرقة إلا أن العمل بها لم يكتمل بسبب تعطل هذه الحوارات بين بغداد وأربيل هل تم الاتفاق بشأن هذه المراكز وإيجاد آلية تنظيمية خاصة بها نعم المفاوضات أو المباحثات أو التقارب بين أربيل وبغداد تبدو بطيئة جدا وذلك السبب هو التباطل هو من بغداد بغداد أنا قلتها ميرانا وتكرانا اكتسبت خبرة جديدة في المفاوضات المماطلة والتماطل وتسويف مطالبات الأقليم التي هي دستورية لذلك نرى بين الحين والآخر أن هناك زيارات وفود من الطرفين وهناك تقارب ولكن هذا التقارب وهذا الاتفاق الذي يجري بطيء جدا نحن بحاجة إلى تقارب حقيقي وسريع وجذري لإنهاء هذه المشاكل المتراكمة هذه المناطق التي من المفترض أن يشكل فيها غرف عمليات وسيطرات مشتركة وإنشاء قوة مشتركة لسد الثغرات الأمنية ولملء الفراغات الأمنية أفترض في هذا الشهر الذي نحن فيه لحد الآن لم نسمع بين الجانبين وصلوا إلى اتفاق نهاي وسوف يتم نشر هذه القوات لذلك بغداد بين الحين والآخر تقوم بهذه الزيارات ولكن الوصول إلى حلول جذرية تكون بطيئة جدا نعم من أرميل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان شكرا لك اتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية جهات سياسية لم تسمها بمحاولة استغلال مطالب المتظاهرين المشروعة من أجل تصفية حسابها مع الحكومة الجديدة وقال عضو اللجنة هريم كمال أغا أن تنظيمات مشبوهة وأجندة خارجية وراء اصطدام المتظاهرين بالقوات الأمنية بهدف خلق أزمة جديدة في البلاد مضيفا أن المطالب التي خرج من أجياء المتظاهرون في بغداد والمحافظات الأخرى مشروعة ومن واجب الحكومة الاستجابة لها لكن حكومة الكاظميلة تزال فتية وبالتالي هي بحاجة إلى الوقت لتحقيق تلك المطالب بعثة الأمم المتحدة في العراق نفت تقديمها تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي حول المظاهرات الأخيرة دعيتنا في الوقت نفسه إلى حماية المتظاهرين السلميين نعم رويدا وقالت البعثة في بيان إنما أثير بشأن بيان ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاس خارت أمام مجلس النواب بشأن المظاهرات الأخيرة عارا عن الصحة مضيفة أنها تراقب الوضع وتقف إلى جانب حق المتظاهرين بالتعبير السلمي عن مطالبهم المشروع تتواصل التظاهرات في مختلف مناطق ديقار احتجاجا على استمرار يزمة الكهرباء في ظل صيف شديد الحرارة وعلى وقعها قدم قائم مقام سوق الشيوخ طلب إعفاء من منصبه كما طلب رئيس الإدارة المحلية في قضاء الدواية الأمر ذاته تبدو بسيطة تلك المطالب التي تضع ليالي ذيقار وأيامها على سفيح ساخن منذ أسبوع والمحافظة بكل مدينها تفور كما يفور طقسها الساخن فوق العادة تزدحم المطالب وتزدحم معها الأولويات الكهرباء في صيف اللاهب على رأس قائمة المطالب في أغلب المدن وأبرزها مدينة ناصرية في سوق الشيوخ تنخفض حرارة المشهد بعد طلب الإعفاء المقدم من قائم مقامها وقبل أن تحتج جماهير قضاء الدواية يطلب رئيس الإدارة المحلية الإعفاء محتجا على تدهور الكهرباء في مدينته لا خدمات لا ماء شروب لا طرق لا مدارس لا مراكز صحية الهدوء النسبي لم يمنع حركة الاحتجاج المتفرقة في بعض من المدن فالقراءة القريبة من مشهد ذيقار تقول أنها استراحة مقاتل تقديرها أقل من مؤقتة فالمحافظة منكوبة بوصف حكومي ولم تجد حتى اللحظة من يسعفها مستوى الاحتجاجات سيتصاعد في محافظة ذيقار على اعتبار المحافظة تعاني من مشاكل عديدة لا يمكن حلها بسهولة كذلك استجابت المسؤولين في عدد من الأقضية والنواحي لإستقالات وإقالات وإعفاء طبعا هذا راح يشجع الكثيرين بزيادة التصعيد من أجل تنفيذ مطالبهم المحافظة تعاني من مشاكل عديدة فبالتالي أنه تصعيد الاحتجاجي سيستمر في محافظة ذيقار كون سقف المطالب بدأ يتصاعد أيضا من جانب الاحتجاجات الشعبية تبدو الكهرباء معضلة كبيرة لكل الحكومات المتعاقبة لتجدد احتجاجاتها في كل صيف لكنها كملف لا تخرج من ساحة الصراع السياسي وتسقيط المنافسين لذا دفع المواطنون جزءا كبيرا من حياتهم ثمنا لذلك وهم يعايشونها منذ أكثر من عقدين من الناصرية أحمد السعيدي يو تي في سجل العراق على حصيلة إصابات بفاروس كورونا حيث بلغت 2968 حالة كما سجل وفاة 68 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية وبحسب بيان لوزارة الصحة فإن حالة الشفاء بلغت 2399 وبذلك يصبح مجموع مصابين منذ انتشار الجائحة 118 ألفا وثلاثمائة فيما بلغ مجموع الوفيات 4600 وثلاثة أشخاص بعد قرار الحكومة بفرض حضر التجوال خلال أيام عيد الأبحى طلب مواطنون في محافظة الأمبار بتخفيف الإجراءات خلال العيد والسماح للمحال التجارية بممارسة عملها المواطنون أكدوا أنهم تضرروا بشكل كبير في إثر فرض الإجراءات الوقائية وأغلاق محلاتهم التي يعتمدون عليها بشكل أساس في دخلهم اليومي دعينا المسؤولين إلى تحويل الحضر المفروض إلى جزئي خلال عيد الأضحى والله يعني أذية صراحة الأستاذ يعني تأذينا كلش تأذينا يعني هالسا أنا أنا يوم الخميس وعندي حجوزات العرسان أربع عرسان من خارج المنطقة بيقولي أنا نشلان أصلك كشان حضر هو معرفات كلش مدينة نتمنى من الحكومة ونسمع الناس المسؤولة أن يساونا جزئي أولا نحن أدنى مشكلة الحضر التجوال نحن أدنى الحضر التجوال هسا الساعة بالسبعة النوبات الساعة الثمانية يعني زيان بس المشكلة أدنى الحضر أنا مودة لنخليه جزئي يعني أدنى تواصل أول أقارب هسا الأقارب البعيد ما نقدر نتواصل إليهم يعني ما تقدر تطلع للرمادي تطلع للفلوجة شوية صعوب المشكلة الراحة والجاية شكك المواطنون بفعالية وفعالية قرار حضر التجوال في ظل استمرار ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء كورونا مؤكدين أن حضر التجوال لا يقلل من خطر الفيروس في ظل عدم التزام البعض بالإجراءات الوقائية سؤال واحد هو قبل يسوي الحضر حتى يسوي الحضر أو إذا سوي حضر وإذا ما سوي حضر نفس الشي الإصابات قاعدة تزيد يوم بعد يوم القرارات اللي أعلنتها خلية الأزمة هي أكيد بها فائدة المواطنين إذا التزام بها ولكن إذا ما التزام بها شن الفائدة منها هو تعالي نراجعين نفس الشي والمرض بزديع قرار صائب ومصائب يعني صائب من حيث التجمعات اللي يعني خشية المتجمعات اللي راح تصير بالمنتزهات بالمناطق الترفيهية بزيارة العوائل التواصل الاجتماعي راح يصير اختلاط أكثر من اللازم وصائب يعني راح تصير حصرة يعني عد الأطفال عد العوائل عد النساء يعني تقريبا تسع تيام قبل يومين من استقبال المواطنين في إقليم كردستان عيد الأضحى تظهر جنيا انعكاسة أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية على تحضيرات الأهالي في أرميل العيد وعلى حركة الأسواق عبد المجيد أحد الباعة في سوق شعبي بأربيل يأمل وهو يعرض بضاعته أن تزيد مبيعاته خلال هذه الأيام مع قرب عيد الأضحى فعادة ما يقبل الأهالي على التبضع وشراء الهدايا وما يحتاجون إليه استعدادا للعيد لكن الوضع في هذا العام مختلف كثيرا فيروس كورونا ضيف ثقيل يخيم على أجواء هذا العيد آثاره انعكست على الجميع كما أسهم انقطاع الرواتب عن الموظفين في تغيير عادات استقبال العيد العام كان أفضل كان أفضل من هالسنة هذا واحد المرتبات إذا جدت من مغداد أنت هو حصة إقليم كردستان السوق يتحرك وممكن الوضع الاقتصادي يكون أحسن إن شاء الله وهذه الأيام دا تشوف أنتها أيام عيد إن شاء الله بس الشوارع فارغة حركة أضعف من العام نتأمل خير إن شاء الله الأيام الجاية عشرات الآلاف من العوائل النازحة من المحافظات المحررة التي تسكن إقليم كردستان بعيدا عن ديارها تمضي أيامهم هذه كسائر الأيام من دون أي مظاهر للفرح يستذكرون هذه الأيام في مدنهم حيث كانوا حريصين على تبادل الولائم الكبيرة والزيارات بين الأقارب والأصدقاء في مثل هذه الأيام يعني العيد الماضي ناس تزور ناس ناس تعيد ناس ولكن هذا العام اختلف يعني عندي أغاربي رجولربي ما يقدر يدخلون للسيطرة مثلا من سبب جاحة كورونا لازم تفحص والناس حقها يعني إن هذا وباع من الله سبحانه وتعالى ما تقدر تدخل الناس مصابة مكان الواحد إن ضيعنا خمسمائة أو شخص أو سبعمائة السلطات في أربيل أعلنت إنه لا حظر للتجوال خلال أيام العيد وسمحت للأسواق والمراكز التجارية والترفيهية كالمصائف بالعمل لكن تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية واضحة على مظاهر العيد على الرغم من اقتصار نشاط الناس هنا مؤخرا على تسوق مستلزمات المعيشة اليومية وقلة مظاهر استقبال العيد فإن للأكرار هنا طقوسا لن يتخلوا عنها خلال العيد مهما كانت الظروف التي تمر بها البلاد مشرق المنصور أربيل يو تيفي بدأ عدد من منتسبي وزارة الدفاع من التعافي من فيروس كورونا بحملات تبرع ببلازم الدم استجابة لمناشدات وزارة الصحة نعم أمير وحدة الطبابة في الفرقة العشرين الرائد فراس حامد أكد أن الجيش يسعى لتقديم الإسنان للمواطنين عن طريق الإسناد الطبي والخدمي والأمني أيضا مؤكدا أن الحملة تأتي سجابة لمناشدات أطلقها مصرف الدم في الموصل لحاجته الماسة لبلازمة الدم التي تدخل ضمن البروتوكول المتبع في علاج المصابين بالفيروس نعم بهذه الحملة على شكل وجبات أحنا عدنا 27 حالة موجبة اليوم منعدهم مجازين وموجودين بالوجبة حاليا الملتحقين 11 حالة 11 مقاتل قام بتقديم البلازمة الدم الهدف من عنده هو أكيد ماكو أسماء وأفضل من أنه ننقذ الناس المدنيين استجابة للمناشدة التي قدمتها دائرة الصحة في نينوى وجه السيد قائد عمليات غرب نينوى المحترم بالتبرع ببلازمة الدم إلى أهالي نينوى الكرام المصابين بالفيروس كورونا الحملة عززت موقف مصرف الدم بتعزيز بلازمة لكافة المرضى المحتاجين لبلازمة إنقاذ حياته أعداد غير كافية نطلب المزيد من المتبرعين بمساعدة القوات الأممين في الموصل أيضا ومع اشتداد أزمة جائحة كورونا في العراق ظهر العديد من العشابين والعطارين حتى المشعوذين الذين أعلنوا اكتشافهم علاجا للجائحة بعد عجز العالم عن إيجاده حتى الآن وقع دفع كثيرين إلى المطالبة بتفعيل دور الرقابة الصحية تجاه ما يروج له هؤلاء يقول هذا الرجل الذي يعمل في مجال العشاب والطب البديل أنه وجد علاجا لفيروس كورونا وأن علاجه حقق نتائج إيجابية بعد تجارب أجراها على حالات مصابة تماثلت جميعها للشفاء إسماعيل يجزم بأنه وصل إلى ما عجز عن الوصول إليه العالم بأسره ويتحدى كل من يثبت عكس ما يقول قسم ناس استخدموا علاج الطبيعي مع العشاب وقسم ناس استخدموا بس العشاب والطبيعي والحمد لله انهم نتائج العلاج كانت إيجابية للمريض وسلبية ضد المرض وأنا لوم التجربة وأكثر من عشر وعشرين صار النتيجة نجري إسماعيل اتصالاته بأشخاص من محافظات أخرى كانوا مصابين بكورونا وتعافوا بعدما غرسل إليهم علاجه المفتكر أو هكذا يؤمن إسماعيل أنت شربت الدواء أثناء وانت بنعني المشددة يعني شربت الدواء والله العظيم أنا استلبت العلاج من عندك أول ما وزعته العائسي الولادي والأحفادي ورجعت حالات عندهم 50% الأن والولد مختارين بشكل وقاله ونريده لعناجه أول 5 سيار صلوات على محمد المسحى طلعت 1% بين عجز خلية الأزمة عن توفير أبسط متطلبات العلاج للمصابين بكورونا يضطر الكثير من المواطنين إلى البحث عن بدائل تخلصهم من الجائحة والتي لم يجدوها إلا على رفوف دكاكين الأعشاب والعطارة أو في دهاليز المشعوذين والدجالين تجد في الآونة الأخيرة كثير من المعشبين ومدعي المعالجة تجدهم قد وجدنا العلاج لهذه الجائحة طبعا هذه الدعاءة باطلة كون احتياج هذا كذا أمر إلى دراسات وبحوث وتجارب على مستويات متعددة لفئات متعددة من الناس وفي أوقات متعددة لكي يحدد العلاج الذي يستخدم لهكذا أوبيا بين تصديق دعاءات من أوجدوا علاجا لكورونا أو تكذيبها يبقى المجتمع يعاني في ظل غياب دور الرقابة الصحية وكلمتها الفصل إما بالاعتماد على هذه العلاجات لإنهاء الأزمة أو تفنيدها وزج المروجين لها في سجون بتومة الاحتيار من الموصل محمد سالم نشرتنا مستمرة وفيها أيضا كردستان تشترط تزويد المدن بالكهرباء باتفاقها مع بغداد وبعقوبة تحدد سعر أمبير المولدات أوضحت وزارة الكهرباء في حكومة قليم كردستان أن تزويد المحافظات العراقية بالكهرباء مرهون بالاتفاق بين بغداد وأربيل مبينة أنها تحتاج إلى وقود لإتمام ذلك المتحدث باسم الوزارة أميد أحمد قال أنه من حيث المبدأ لا مشكلة لدى أقليم كردستان في تزويد المدن بالكهرباء لكن ثمت محطات إنتاجية متوقفة وحدة في السليمانية وأخرى في أربيل فضلا عن محطات كبيرة في دهوك على خلفية انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة أعلنت قائم مقامية بعقوبة المباشرة بتوزيع الوقود مجانا على أصحاب المولدات الأهلية وتحديد سعر الأمبير بستة ألاف دينار متواعدة المخالفين بفرض غرامات تصل إلى مليون دينار اجتماع برأس سيد المحافظ مع رؤساء الوحدات الإدارية عقدة يوم أمس بالنسبة للغاز المجاني المبادرة رأسة الوزراء سوف تجهز المولدات الأهلية الرسمية فقط 25 لتر للكيفي الواحد تم وضع تسعيره وهي 6000 دينار للأمبير الواحد بالنسبة لقضاء بعقوبة تشغيل من الساعة 11 صباحا إلى الساعة الرابعة فجرا ويشمل هذا المولدات الرسمية فقط هناك مولدات غير مجازة تبقى على نفس التسعيره تم توجيه قيادة الشرطة ديالة بمتابعة أصحاب المولدات المخالفين تزايدت حالته التضامل الاجتماعي في زمن كورونا في النجف تطوعت مجموعة من كبار العمر لتصليح الأجهزة المنزلية والكهربائية وتوزيع البعض الآخر منها على العوائل المتعففة بشكل مجاني في محاولة للتخفيف من واقع الجائحة على الأهالي هنا يجتمع الحاج رزاق ومن معه من المتطوعين لتصليح الأجهزة المنزلية وتوفير البعض الآخر منها للعوائل الفقيرة التي تعرضت لضرر كبير في معيشتها البسيطة من جراء فيروس كورونا تقوم حملة موكب وحملة يا زينب بتجهيز كافة المواد المنزلية بإسناد ومشاركة أهل الخير وأهل المعروف وأهل المؤسسات الخيرية بدعم ومشاركة الأجهزة المنزلية تصليحها وتجهيزها أجهزة منزلية وكهربائية مختلفة يقومون بتصليحها وتعويض الأجزاء المفقودة منها ولا سيما في ظل أجواء حارة تعدت الخمسين بالمئة نحن من توصلنا الحاجة إذا كانت متضررة نحاول نقوم بإصلاحها وتوزيحها على العوائل المحتاجة المواد الصيفية نحاول نصلحها هسا المجمدة الثلاجة المبردة وفي الشتاء نوزع المواد الشتوية مثلا بطانيات عندنا توصلنا في ريش توصلنا صوبات كهربائية على غرار المجموعات الشبابية أصر الحاج عباس المالكي على التطوع في هذه المجموعة لتصليح الأجهزة تارة وتوزيع جديدة منها تارة أخرى من جيبه الخاص والمتبرعين من ميسوري الحال نحن عدنا دراسة وعدنا طرقنا الخاصة اللي نوصل للإنسان المستحق حقيقي يعني مو كل يجي مثلا هاك مو صحيح؟ هاي وحدة ثانيا الله ندعو والله يوفق الناس الميسورة اللي جاي يساعدنا تكافل اجتماعي علّه يخفف عن كاهل المستضعفين والأيتام والفقراء في زمن فيروس لا يفرق بين كبير ولا صغير وحر صيف لاهب تجاوزت درجاته نصف درجة الغليان من النجف مثان العيساوي يو تي في إذن كانت هذه نشرتنا المفصلة بالأخبار من يو تي في نشكر لكم حص المتابعة إلى اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة